ترجمة نانسي قنقر نرفع هي مت panelists في انا والفي هنا الف determine سأحصل باكد المشاكل بسلاثم انا اسمي ديوبو شنق انا اسمي ديوبو شنق من فريق جيميس كوو المشاكل هو الطفل فقرنا ن aproveצق بين أصحاب الخبرات وبين هم الباحثين عن الخبرة عن طريق الوسيلة الذكية لتوفر وقت والجهود الطريقة الأكبر لأنه عندما نصبه لحظات سنوية نكون بنا ندور على التخصصات الجامعية المناسبة لنا لكن هذا الوقت يأخذ كثير من الوقت مننا فبالتالي احنا عملنا تطبيق عشان يوفر لنا وقت من خلال إما عن طريق مكرمة أصيرة إنه إحنا نقدر نحدي مع الدكاترة أو إنه إحنا نقدر نفتح مجال بين الدكاترة وبين الطلبة للأسئلة والأجوبة وهذا الشيء كمال يقلم من معدلات البطالة وهو عن طريق تجهيع طلاب السنوية طلاب الطالبات السنوي على إنهم يختاروا التخصص الصحيح لإلهم عشان هذا التخصص يكون حسب ميولهم وأهدافهم هذا الشيء يزيد من تجهيد السوق في السوق العملي وهذا فيه كمال نقطة تاتة لهذا التطبيق أنه يساعد على محل المشكلات التي تتواجه الناس التي تكونوا في التخصص معين لكن لا يعرف على كل العلم عن هذا التخصص فهذا الشيء يستطيع أن يسألوا أي متخصص بالتطبيق عندنا إذا كان فيه تشريح التطبيق لا يفكركم بحون دور آآني تستطيع السرطة إلي باعتها إلي هي إنا الواجه الأولى لـ students و teacher ممكن هو المستخدئ يضغط على student فبتظهر الملف بتاع الستيودينت انه معبي البيانات فيها لو كان هو اصلا عنده حساب سابق بضعة سالة روكين ويعبي بياناته لكن اذا كان تيتشير مدعسا تيتشير وعبي بياناته بس اذا ما كان عنده اصلا حساب سابق بضعة ساين أبا عشان يعبي بيانات جديدة ويسير عنده حساب في هذا التطبيق تبعنا بعدما يعبي البيانات بيوتفولها على اللي هي اللي هي بيكون فيها مجموعة من التخصصات اللي هي في الجامعة بيقدر يدفل المستخدم على أي تخصص بالتبيابة دعسا أη تخصص ومننا لذي دعس التخصص بدخل على الوجهة Bourbon اللي فيها مجموعة كبيرة من اللي هي المختصين بهذا التخصص ايها مجموعة كبيرة من المختصين لتخصص ولكن رح تظهر وجهة تعرف ديها عن کت Fruit وكل دكتور بقتر يشريح عن التخصص بضل كما يح即стра مع الطلاب اللي بتم ت confiance mitä business model ونربح منه من خلال اشتراك بير يوم سيكون اول مكالمة مجانية برقع ساعة سيأخذ من الطالب دولار ونصف كل شهر وخمستاشر دولار السنوي سيكون عندما يدفع سيكون من خلال بطاقة الاقتمال اونلاين او من خلال مقارب هذا سكاي يتس بالنسبة لنا تطبيقنا يحتاج ان يكون مع الاشخاص خواتف ذاكية فحسب الانترنت وبحثنا على جوجل لأينا هناك الاحصائيات مثبتة ان 90.6% من الفلسطينيين اللي اعمارهم فوق 18 والهم اللي احنا مستهدفينهم تقريبا ومتلكون هلاتف ذاكية فهذا الاشي حيكون بصارح تطبيق ايضا كمان هيك لازم يكون مع المشاهدين في الانترنت العدد المشتركين في انترنوف عينا في قطاع غزة كان في عام ٢٠١٨٦٥٥٥٠ لكن في عام ٢٠١٦ زادت النسبة هذه بصارت ١١١٧٣٩ وهذا مرضه مبعد لصالح التطبيق ايضا مننا هل هي نسبة البطالة حتسألنا ايش علاقة نسبة البطالة في التطبيق تبعنا التطبيق تبعنا بساعدهم على انهم يختار التخصص لانه من احد اسباب البطالة الرئيسية اختيار التخصص الخاطئ للطالبات او للطلاب فهذا الاشي بقادل انهم من يختار التخصص الخاطئ انهم يجبونش من المستقبل برضو مش هيقدر ملاقوا وشغلانا فيه حد زاد نسبة البطالة عنهم ففيقرات اثبتت انه ٦٥٪ من عين السكان فلسطين عندهم بطالة عين ٥٥٪ عن دولار اخذ هلأي طبي احكي لك ايضا التحول بالتخصصات فاصليا بتنمي التحول بالتخصصات بنسبة ٢٠٪ وهذا برضو بسبب اختيار الخاطئ للتخصصات الواحد بيطفل على الكمية بيكون مثلا بفكر انه هذا يعني هيك للتخصص هذا لكن لما بيلاقي اشي تاني بقوم محاول من التخصص هذا وهذا يعني بزين من نسبة التحول فنحن التطبيق طبعا نحن ساعدهم على انهم يختاروا صح اذرنا الاتاء احنا رحنا عملنا استبالة في الجامعة الاسلامية واخدنا اراء الطالبات في التطبيق هذا وتبين انه ٩٤٪ من الطالبات يعني حابوا التطبيق هذا وفيه ١٨٠٪ من هذه النسبة حقوا انه احنا ممكن جربوا يعني يعني في عندهم دافعية لتجريبهم هلأتا احنا هذه اختبارنا اخذنا تقريبا على نسبة ٨٨٨ طالبهم من الجامعة الاسلامية اما بالنسبة للفئات المستهدفة احنا اول اشيء طلاب الجامعات والمدارس مدارس خاصة المدارس التانوية هم يعني اللي بيكونوا مثلا فيه توجيه وبدهم يتخصص بعضه في الجامعة وبدهم يسأل مثلا خبراء ويسألو ناس اللي بتلاقيهم مثلا في الجامعة الاسلامية حين بتلاقيهم بيجوا بعض يسأل في الناس والطالبات والدكاتر فمدل ما انهم يعني يروحوا على الجامعة نفسها يقفوا الوقت وجهد الهم ويروحوا على طريق طبيق هذا يسألو خبراء كذلك الطلاب الجامعات مثلا طالد لسه في الجامعة سنة اولى بده يتعرف اكتر على الامور التخصصات كيف ممكن حياة جامعية مثلا في مشروع تخارجه ويسأل برضو خبير هم فئة برضو من عندنا الخبراء اللي فوق ثلاث سنين يعني اللي خبير اللي خلت سنين خبرة هذا هو الشخص اللي رح يساعد هدول الطلاب في الجامعات وطبقة السنوية اخر اشي غير الخبراء غير الخبراء احنا اظنى فيهم المهنيين او الحرفين الناس اللي لسه يعني ما احترفاتش من مهنا هالي اللي بدهم خبرة من اشخاص بساعدهم خبر فوق ثلاث سنين اللي هما حنا ملناهم بارتنرشيب زي وصيف في التسويق للموضوع الجامعات المدارس انو ما نحكي مع الجامعات المدارس بقدر يسيروا وصولنا هذي التطبيق تبعنا والطلاب والثانوية ونسمحوني برضو ان نسير في علاقة التواصف لكم وهذا يعني برضو زي شراء تبعنا اما بالنسبة للسوق المستهدف لنا خلال خمس سنوات ان شاء الله يعني حيكون السوق المستهدف في فلسطين حنستهدف ثلاثين جامعة في مصر حنستهدف ثلاثة وستين جامعة في الأردن سبعة وعشرين جامعة وفي السعودية واحد واربين جامعة سماية واحد واربين جامعة سماية اسمعكم نص دقيات خاصة نص دقيات خاصة نص كم 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 بعدين عندنا المنافسيين اللي احنا بالنفسها هم في السوشال ميديا اننا مزايا في التطبيقات هي مش موجودة في السوشال ميديا اللي هي المزير أول مزيئن ان احنا امكانية تجرؤ مكالمات بدون انترنت لكن في السوشال ميديا معروف ان يجب ان يكون لكن فينا تمام اتركة المكالمة انه في المجموعة فيها من الدقات سيكونوا يجابوا على اي مكالمة او اي سؤال بيجيبهم للسوشال ميديا مش دائما بيكون متاح لانه ممكن يكون بدون انترنت قرابها ويقبال طلباتهم بيكون انشغاله ما بسمحش انه يريد على كل الناس لكن في التطبيق عندك اكتر من الدكتور واكتر منهم مختص انك تستطيع تسأل اي حدا او بماري مكان تجميل الخبراء في المكان واحد انه احنا عنا اكتر من مختص باكتر من اختصاص واحد مجموع الاختصاصات احنا مختصين كتير وجود تصبيبات للتخصصات في المناطق لكل الاختصاص باو بولت اختصاص خلو سبايا او بولت اختصاص هش عادي احنا سهولة الاستخدام تطبيقنا اكتير سهل استخدامه ومتطلق طريقه بعم بعم الزواية خلص الواية فكرة واضحة فكرة واضحة فكرة واضحة تمام تحبوا أمام هلأ معاكو أربع داية أسئلة من فكرة هلأ أنا رفت بأسئلة سمعيني تمام تمام أوكي أسؤال من هين أجدتهم فكرة الآن؟ من أعطاهم هذه المشكلة؟ نعم لنويل سوحيح فكرة تهب الأب سوحيح فكرة الأب أنه عن طريق لما لقينا أننا بناقص سنوي وريدنا نتخصص بس ما لقينا التخصص الميولنا بالنياها أو ما لقينا الناس الصح أننا نسألهم وكنا يعني عندنا خدف أننا نذهب نزول الجمعة عشان نستبصل عن تخصصات أو ميولنا لكن بس بدنا حاجة توفر الوقت والشغل عشان نقدر نسألوا الطريقة سريعة وسيطة لأننا نحن لما طلعنا أفكار طلعنا بلا يعني ملنا زي مجموعة أفكار كثيرة كمي كمي جبنا مجموعة أفكار كثيرة أول لقاء إلنا وبعدها سنعملنا زي برينستورم وطلعنا بكل الأفكار اللي ممكن ما تثبوتش معنا أو اللي مش كثير حاسم وطلعنا بكل أفكار وطلعنا بكل أفكار وطلعنا نختارها على النص اللي حدث أنا لدي كومنت واحدة بس ننصت لإسم الأعلى يوجد شيء كثيرا يبدل على هدف أطنوع مقرر هلأ لدينا تعليق بالنسبة لإسم التطبيق يعني إسم التطبيق شوي ما إلوش كثيرا علاقة أو بدل على الهدف تبع الأطنوع مقذك عشان في المتينيس بس هو عشان إحنا طلاب صنوي يعني إحنا الفئة المستهدفة الأكتر هي طلاب الصنوية فعشان إحنا اسمه جينياس كوز كوز لأنه عشان مكالمات آه أوكي حلأ أنا تبقى لكم كتير ممتاز أنا تنظري كأستاذ الجامعة يعني أنا كتير بيت وناس يسألوني وما بيرت كيف يتواصلوا معي عشان يسألوني شو رأيك إنها بالتخصص شفت نصحيني أسوي فأنا شخصيا لو عرضتوا عليه هاي الآب ما عندي أي مشكلة إني أحط رأيي في التخصص اللي أنا بعلمه أو إيش بنصح الطلاب هلا طبعا إنه إلا ما يجيك اتصال من شخص عبر الآب رح تقبليلي إنه ما رح تعرف إنه هاد الشخص مش سترينجر هي جايكي من الفضاء مثلا فأنا مبيت الفكرة I think it's doable بصراحة بس عند شوية تعليق عبر التخصصات اللي حططوها يعني لو وضفتوا فيتشر إنه يقدر مستخدم يعمل سيرتش هو يدور مثلا أنا بدي كمبيوتر انجينييري أو بدي إشي معينة مش ضروري أشوف اللي سي يعمل عشان أوصل للبديية هذا إلا بالغلب المستعبط طبعا هي إشي إلاعي نايمة راح نتطوير إلينا بالفكرة عشان إحنا برضو الوقت لا محدود الوقت ندارس إحنا قادموا نقدرش تغنوا عليه أو جزيلا هاي ما تطويرك إن شاء الله العكس التطبيق ممتاز أنا جربته ما فيه أي مشاكل فبرافو عليكم شكرا 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 أنكم ومع السلام نشوفكم إن شاء الله شكرا